كنا من ناقش الموقف التجنيدي بصفة نهائية للموجودين خارج البلاد بارح ربما أيضا نقشنا هذا الأمر وكان من يومين السفير أحمد أبو زين المتحدث باسم الخارجية أعلن على الصفحة الرسمية خلينا كمان نعرف تفاصيل أكتر من خلال سعادة السفير إسماعيل خيرة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج سعاد سفير مساء الخير سعاد سفير إسماعيل طيب هنرجع للسفير إسماعيل خيرة نزيل بقول لحاكم مهم كمان أن نحن يعني بنشوف التفاصيل الخاصة بالموقف التجنيدي بصفة نهائية ودي مبادرة لأول مرة وهي مبادرة لفترة محددة هذه المبادرة لنتكلم عنها بالتفاصيل مع السفير إسماعيل خيرة مساء الخير سعاد سفير مساء النووي وسيد أحمد خلينا نتكلم على سبب إصدار هذه المبادرة الخاصة بتحديد الموقف التجنيدي بصفة نهائية سبب بتاعها من إحنا كوزارة خارجية ووزارة الدولة للإجراء رقينا عديد من الطلبات من المصريين في الخارج ومن التجمعات والأفراد والجمعيات نعم بيطلبوا تسويت الأوضاع الخاصة بالتجنيد نعم وده لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن ولذلك جاءت هذه المبادرة جاءت ليه لتسهيل عودة المصريين المتواجدين في الخارج وكمان لربطهم بالوطن الأم وتسهيل سفرهم من وإلى مرس عظيم إيه الفئات اللي بتشملهم هذه المبادرة شوف زي حضرتك ما هي واضحة في المبادرة بشكل واضح نعم بتنطبق المبادرة على كل المصريين من تموا 19 سنة في 14 أغسطس عشرين ثلاثة وعشرين وحتى سن ثلاثين سنة وعلى أن يكونوا متواجدين بالخارج نعم وأن يسددوا قيمة التسوية نعم من خلال أحد المصارف خارج جمهورية النصر العربية بأكد هنا أيوة خارج جمهورية النصر العربية نعم وكمان بينطبق على من بلغة سن 30 سنة في أخطر أيوة ومتواجد بالخارج وله رغبة في تسوية وضعه التجنيدي وفقا للقانون كويس طيب سعاد سفيل لو أنا بتكلم النهاردة على حاجة بتكلم على الفلوس الفلوس من الخارج يعني لازم تحول من بنك من خارج البلاد لازم من حساب من بنك خارج جمهورية مصر العربية أيوة كويس يعني ما ينفعش التحويل من داخل جمهورية مصر العربية وده مكتوب في مبادرة نفسها طيب احنا هنا بنتكلم على الناس اللي موجودة برا وبالتالي بنسهل على الجميع وانه هذه المبادرة يعني وفقا للقانون كل الإجراءات اللي فيها وفقا للقانون طبعا وفقا للقانون نعم يعني وفقا للقانون هو قانون 127 سنة التميين الخصب التجنيد اه ده وفقا للقانون طيب عظيم يبقى أنا بتكلم على الفئات اللي وصل 19 سنة اه مع بداية المبادرة هتكون اعتبارا من يوم 14-8 مش كده بالضبط يا فعل بداية